النهاردة انا موجود مع حضراتكم علشان اجاوب على كل هذه الاسئلة والنهاردة عندنا حلقة ان شاء الله لو قعدت للفجر ما عنديش اي مشكلة انا النهاردة طالع ولا ههاجم ولا هتكلم في مثل هذه الامور لان النادي الاهلي اكبر من اي حد ولا عمري هكون مكسور خلي بالحضرتك انا ولا عمري مش انا جمهور الاهلي عمره ما هيبقى مكسور ابدا اتغلبنا اه اتغلبنا عارفين ايه هي الاخطاء اللي عندنا اه عارفين ايه هي الاخطاء اللي عندنا احنا طالعين النهاردة وامام 70-80 مليون اهلاوي ما عنديش اي مشكلة مشكلتي الوحيدة فقط وعلى فكرة هناك نوعين من الجمهور الاغلب منه حسن النية الاغلب الناس حسنت النية في انتقادها لحاجات كتيرة جدا بتحصل خلال الفترة السابقة ولكن هناك نوع اخر من الجمهور هتكلم عنه المشاهد اللي شفناها وبنشوفها لمواقف كتيرة جدا لجمهور النادي الاهلي هي اساس شعبية هذا النادي وهذه الشعبية صنعت مكانة النادي الاهلي في كل العالم ووصلته لانه يكون نادي القرن في افريقيا فيش حد كامل ولا الاهلي محتاج حد يطبل له بعد التاريخ انا عمري في حياتي ما طلعت يوم جمعة ولكن النهاردة اصريت ان انا كون موجود مع حضراتكم على الهواء ادارة القناة طبعا اصرت على ان انا بقى موجود على الهواء مباشرة مع حضراتكم وعندي ثلاث اجزاء هتكلم فيهم مع حضراتكم في امور كثيرة ولكن اصرينا النهاردة احنا بنحطش رأسنا في الرملة عمرنا ما هنحط رأسنا في الرملة عمرنا ما هنتكسر هنفضل دائما النادي الاهلي صاحب اكبر بطولات محلية وافريقية وان شاء الله قريب جدا عالمية عندنا اخطاء عندنا اخطاء محدش هيقوب محدش بيشتغل مية في المية صح